وحرم النبي صلى الله عليه وسلم زواج المتعة الزواج المؤقت بمدة معلومة أو مجهولة يعني يقول الرجل زوجتك ابنتي يوما أو شهرا أو مدة معينة ويعني يعطيها ذلك الرجل أجرا على هذه المتعة سمي زواج المتعة لأن الرجل يستمتع بالمرأة وهي تستمتع بالرجل ولا يقصد منه يعني إقام الأسرة الإسلامية وإنجاب الأولاد بل يقصد منه المتعة وهذا كان في الجاهلية من الأمور المألوفة عندهم والمعمول بها كالخمر والقمار وإلى ما يتبع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كما تدرج بهم بالخمر والرباء وكذلك الأمر كان هذا من الأمور المعمولة وكان الصحابة يعني في الغزوات في بعض الغزوات أرادوا أن يختصوا فنههم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس يفتي بجوازه فلقيه علي رضي الله عنه وقال له أنت مرء تائه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر حرم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة هو حرام إلى يوم القيامة